كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن الرئيس بشار الأسد لم يشجع لدعم حماس بعد أن تلقى تهديدات من إسرائيل عبر الإمارات كما أخذ حزب الله هذه التهديدات على محمل الجد وقال مصدر مخابرات إقليمي أن إسرائيل قالت للأسد أنتم تسمحون للإيرانيين وحزب الله بنقل الأسلحة وترسيخ أنفسهم لذلك سلقت عشرين حياتكم وستجدون أنفسكم في مأزاق وبدوره قال ضابط مخابرات سوري أن الضربات الإسرائيلية أصابت معدات دفاعية حتى قبل أن تتمكن القوات من تركيبها وأن المطارات في دمشق وحلب والتي تستخدمها إيران لنقل الأسلحة أصبحت خارج الخدمة بشكل شبه مستمر وتنفذ إسرائيل موجة غير مسبوقة من الضربات في سوريا تسادف شاحنات بضائع وبنية تحتية إلى جانب استهداف عن أصير تابع الإيران وأحزب الله استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على مقربة من تشيع القيادي في حزب الله وسام الطويل في بلدة خربة سلم بجنوب لبنان الذي اقتلته الأمس الأثنين ويعد طويل القيادي والعسكري الأعلى رتبة في حزب الله الذي يقتل بنيران إسرائيلية منذ وضع التصعيد وكان ينشط في سوريا ومسؤول عن انتهاكات بحق البدنيين في عدة مناطق بينها رفو حلم وفي السياق أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي القضاء على قياديا في حركة حماس قال إنه مسؤول عن إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية لحوى إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة وتزامن ذلك مع تصريح رئيس وزراء كيردا حول أن حكومة بلاده تبحث سبل إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية لقيا ثلاثة أشخاص مصرعهم بينهم متهمون بتجارة المخدرات بقصف أردني سادف مواقع في بلدات ملح وعرمان والشعب جنوب وشرق محافظة السويدة وشن الطيران الأردني في الأوين الأخير عدت غارات على مواقع في جنوب سوريا في إطار ملاحقة مهربي المخدرات أسفرت بعضها عن مقتل مدنيين لقيا تسعة عناصر من قوات النظام السوري مصرعهم وأصيب 22 آخرين جراء السداف باص المبيت في بادية تدمر بري في حمص الشرقي وذكرت مصادر أعالمية محلية أن تنظيم داعش هو المسؤول عن السداف باص المبيت إلى جانب الاستراء على آليات عسكرية لعناصر النظام بالمنطقة دعت الحكومة المصرية أكثر من تسعة مليون مهاجر ولاجئ من بينهم سوريون في مصر إلى تسجيل مكان إقامتهم ضمن إجراءات لتدقيق عدد اللاجئين لديها وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمة لرعايتهم وتزامن ذلك مع حملة إعلامية تشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي مناهضة لوجود السوريين في مصر وتدعو لترحيلهم إلى بلدهم ترجمة نانسي قنقر